اعلنت منصة ايكادوى هي منصة تحقيقات وتتبع للمصادر المفتوحة عن كشفها بخصوص ظهور خطاب عربي عنصري يستهدف السوريين المؤيدين للرئيس اردوغان وصفنا اياه به السوركيين وهو مصطلح يشير الى السوريين المجنسين في تركيا فمن وراء هذه التغريدات والخطابات بعد متابعة هذا التقرير لا يخفى بان حالة من الفرح عمت الشارع السوري وخاصة في تركيا بفوز مرشح الجمهور الرئيس رجب طي بردوغان بولاية جديدة في بلد عاشوا فيه قلقا متزايدا مع اقتراب الانتخابات التركية المتزامنة مع تصاعد الخطاب العنصري التي تبنته المعارضة التركية ضد الوجود السوري في البلاد وتحميلهم جل ازمته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولعل تفسير ردة فعل السوريين تعود الى طمئنانهم بعد خوف ثم رجائهم بمستقبل يسود فيه القانون لحمايتهم وحماية مصالحهم كما الجميع من دون تمييز وايضا لمعايشتهم للحالة الديمقراطية التي يعيشها الشارع التركي وتمنيهم بغد يكون لهم فيه فرصة للتأثير من خلال اصواتهم وصنع قرارهم كاقرانهم من الاتراك والسوريين الحاصلين على الجنسية الاستثنائية الذين نالوا هذه الفرصة في المشاركة والذين لم يسلموا من حملات عنصرية ممنهجة متخفية تحت اسماء وهمية تعود للذباب الالكتروني المنظم تصف السوريين بالسوركيين والعبيد في اشارة الى مؤيدي اردوغان خلال فترة الانتخابات التركية منصة ايكاد المتخصصة بالتحقيقات واستخبارات المصادر المفتوحة تابعت القصة وتتبعت من هاجم السوريين في النقاش العربي وسجلت ملاحظاتها بخصوص اكثر من 1600 حساب لتجد نحو 24% منها لم يتعد انشاؤها عاما واحدا وان 12% بين عام وعامين وان الحسابات الخمسة الاكثر تفاعلا اربعة منها لم يتعدى عمرها الثلاثة اشهر وتعتمد جميعها على اعادة التغريد بتوجهات معادية لاردوغان والثورة السورية وبالطبع جميعها وهمية ومن الحسابات المشاركة الصريحة والتي تتبع لمؤيدي الاسد كرئيس مجلس ادارة غرفة صناعة حلب فارس الشهابي وعمر رحمون المتحدث باسم المصالحة السورية تطخيم التفاعل على كلمة السوركيين عبر اعادة التغريد بحسابات وهمية هي الاكثر تفاعلا وبان كثيرا من هذه الحسابات الصريحة والوهمية تبين بانها مؤيدة لنظام الاسد الذي لم يتوقف ذبابه الالكتروني عن مهاجمة المعارضين لحكم الاسد الذي ديدنه حرب السوريين داخل الحدود وخارجها حول هذا الموضوع حبي محمد الشيخ يوسف صحفي معنا من أنقر أهلا بك معنا في ذلك الحلقة بداية سيد محمد ما حقيقة هذه الادعاءة المتعلقة بحسابات وهمية تستهدف شريحة معينة من السوريين المجنسين تحديدا مساء الخير لك ولمشاهدين في كل مكان طبعا الحسابات الوهمية والسوشيل ميديا والهجمات التي تتم في وسائل التواصل الاجتماعي ليست جديدة الآن نحن نشهد خاصة في الفترة السابقة لما قبل الانتخابات هناك حملات إعلامية عبر هذه الوسائل منظمة بشكل كبير تستهدف كانت السوريين هنا وتشارك فيها الحملات التي تجري كنا في تركيا هذه الحملات كانت تجد فيها السوريين مادة دسمة لطرح خطاب العنصرية والكراعية وتحقيق ربما مكتسبات سياسية معينة هذا الأمر انتقاله لمنصات العربية والمشاركة فيه أمر ليس مستغرب ومصطلح السوركي الذي تم طرحه هو مصطلح ليس بالجديد منذ مدة يتم تداوله ولكن الغريب في الأمر بأن من يطلقه أو يستخدمه يعني يستكثر على السوريين يعني أي شيء وكأن السوريين يجب عليهم أن يكون توجههم واحد لا يمكن أن يكون لديهم أي توجهات أخرى إلا لتوجه واحد والنظام يعني يريدون للسوريين أن يكون لهم توجهات لا يعيشون في تركيا هم يهاجمون السوريين المقيمين في تركيا الذين بالفعل كانت تدهم تخوفات نتيجة الاستقطاب السياسي الحاد الذي حصل وتحولهم إلى خطاب إعلامي وانتخابي وسياسي كبير وبالتالي يعني أيضا هناك سوريون اكتسبوا الجنسيات التركية وفق القوانين التركية وهؤلاء يحقوا لهم أن ينتخبوا كيف يمكن لهذه الحسابات هل حصل وأن رصدتم أي شهادات شخصية ربما متعلقة أو تجارب محددة لأشخاص متضررين هذه الحسابات الوهمية يعني بشكل عام هذا المصطلح يعني أغلب السوريين يجدونه في حياتهم اليومية عندما مثلا يعبرون عن رأيهم في الحياة السياسية هذه الكلمات التي تستخدمها هذه المنصات تراها تنتقل على السنة البعض يعني لا بد أن يكون هناك تأثير ولو صغير جدا نحن في تركيا نستطيع أن نسمع هذه المصطلحات وهذه الكلمات ما بين السوريين بعضهم قد يستخدمون بصيغة التهكم أو الضحك يعني لكن حقيقة الحديث عن هذا الأمر هذا يدليل على أن هناك ذهنية واحدة تقف وراء هذا الأمر وهي ترفض على السوريين أن يكون لديهم أي توجهات أخرى يعني هذا الأمر ليس محصور بالسوريين الموجودين في تركيا يعني يشمل جميع السوريين المقيمين في أنحاء العالم الآن أغلب السوريين بات لديهم عشر سنوات من الإقامة في تركيا وباتوا يهتمون للشأن الداخلية التركية وباتت لديهم وجهات نظر وباتت لديهم حقوق من الذين اكتسبوا حق المواطنة طبعا هذه التأثيرات تحصل كيف تتوقع أن تكون العكاسات أو تأثير هذه الحملات العنصرية على السوريين والمجنسين بالتحديد وما هي ربما آثار نفسية أيضا اجتماعية التي يمكن أن تنشأ عنها يعني أنا أعتقد أن هذه الآثار ستبقى محدودة قد تكون هناك شريحة معينة تحاول أن تصطاد في الماء العكر بالتأكيد قد يكون هناك أشخاص مقيمين في تركيا لا زالوا مؤمنين بأن يكونوا عبيد وتباعي للنظام وهؤلاء قد يستخدم هذا لم تأثير على الأغلبية الذين يعني هم يجدون في تركيا أجواء من الحرية والديمقراطية وانتصرون لها وحتى أنهم قالوا يعني لماذا نحن لا نعيش هكذا أجواء في سوريا يعني هذه الآثار ستبقى موجودة بالطبع يعني الآن هل سوري مثلا يجب إما أن يدعم النظام أو المعارضة بعد أن يتمتع بيئة المواطنة وأن يعيش في هذه الدول ألا يحق أن يكون له وجهة نظر ألا يحق له أن يعبر عن رأيه طبعا في تركيا كان مسألة فوز الرئيس أردوغان بالانتخابات مسألة مهمة بالنسبة لها السوريين لأن الطرف الآخر كانت لديه خطط ستؤدي لإزعاج السوريين فجميع السوريين سواء كانوا في تركيا أو في خارجها كانوا يتمنون هذه النتيجة فهل من كان يريد أن يفوز الرئيس أردوغان بالانتخابات يصبح عبيدا أو مؤيدا له أيضا الذين يمتلكون حق التصويت هؤلاء كيف يمكن تصنيفهم لديهم حق دستوري في تركيا بعد أن قاموا وعاشوا بها وباتوا يعرفون ما هو لصالحهم أو عكسه ويدلون بأصواتهم أعتقد أن التأثيرات ستبقى محدودة بهذه الحملات النفسية بعد انتخابات ربما تهدأ الأمور لأن التركيا أيضا كانت تعبع المنصات وصال التواصل الاجتماعي تشهد هجمات بين الفترة والأخرى بنفس الطريقة هي أغلبها هجمات تأتي من الخارج من قبل وهناك مصادر تتحدث عن أنها حسابات ربما وهمية تبين بعد الكشف عنها بأنها حسابات وهمية وجديدة وأيضا هناك من يقول لمؤيدين نظام الأسد له دور في ذلك المؤيدين في نشرها كما نعرف أن النظام لديه جيش الكتروني يعني معروف هذا الأمر لديه قريب 30 ألف أو 40 ألف شخص أو حساب يقومون على نشر التضليل في وسائل التواصل الاجتماعي هذا الأمر منذ بدايات الثورة السورية يعني النظام يعمل على هذا الأمر ولديه زباب الكتروني ولديه أشخاص يقومون بهذا العمل وهذا مؤكد بأن هناك جهة مستهدفة من هذا الأمر تستهدف السوريين وتحاول أن تضيق عليهم أفراحهم أحلامهم حتى بهذه الجزئية الكافية بما يحدث هناك من حملات إعلامية يعني إذا نظن نحن إلى منصة تويتر وبقية منصات وسائل التواصل الاجتماعي قبل الانتخابات كان هناك توجه بأن تحالف المعارضة هو الذي سيفوز بالانتخابات لكن النتائج أوضح بأن الأمر عكسى ذلك صحيح أن هناك استخدام كبير وواسع في تركيا لمنصات التواصل الاجتماعي لكن هناك بنفس الوقت توعي وفي الفترة الأخيرة أيضا باتت هناك قوانين جديدة نظمت الأمور على منصات وسائل التواصل الاجتماعي وبالتالي بات من الصعب التدخل به من داخل تركيا وبات يعرف هذا الأمر والعكسة على وعي الشعب أكثر أغلب التدخلات تكون من خارج تركيا من حسابات تديرها ذهنيات مماثلة للذهنية النظام يعني تعمل على إفساد الوضع الداخلي في تركيا وإفساد وإطلاق راحة السوريين وغيرهم من المقيمين فيها نتاج الانتخابات تعكست بشكل كبير وواضح أن الشعب التركي وعى لهذا الأمر ويعني أن الانتخابات لا تجرب بوسائل التواصل الاجتماعي وليست هي وسيرة تأثير على المواطنين الاتراك يعني كنا ننظر إلى هذه الوسائل وكننا نعتقد بأن الانتخابات باتت محسومة وكثير من المراقبين بنوا توقعاتهم بإبنان عليه لكن الشارع كانت لديه كلمة أخرى في صندوق الانتخابات وهذا دليل بأنه لا يتأثر ويعي لهذا الخطاب الموجه من قبل أطراف لا ترغب بالخير للشعب التركي واستقرار الأوضاع في تركيا وهذا مؤشر جيد لأن أيضا النقطة الأخرى بأنه ورغم كل هذه الحملات والخطابات العنصرية ورغم أن بعض الأحزاب تبنت هذا الخطاب نجد أن مثلا حزب المصر لم يحصل سوى على 2.2% من الأصوات في دليل بأن هذه الخطابات لا تؤثر بشريحة واسعة من الشعب التركي وهذا أمر مفرح ومبشر بالخير طيب إذا ردنا التحدث عن خطوات للتصدي ربما لهذه الحسابات الوهمية والحملات العنصرية هل من حيث دور الجهات المعنية وأيضا الأفراد كيف يمكن محاربة هذه الحملات يعني في تركيا الآن قبل أشهر سنى البرلمان قانون جديد لتنظيم الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي هذا الأمر الذي أثار جدلا كبيرا في الرأي العام التركي المعارضة تعتقد بأنه تقييد حرية التعبير لكن كان الهدف منه مكافحة التضليل الإعلامي الآن في تركيا هناك كوانين واضحة يمكن لكل شخص يجد أن هناك حسابا تعرض له يمكن أن يتقدم له بشكوى أمام النيابة العامة ويتم التحقيق في الأمر ومتابعة القضية لم يعد الآن من السهل استخدام منصات وسائل التواصل الاجتماعي لعملية التضليل الآن عندما نجد قضية رأي عام داخلية وعلى سبيل المثال في وقت الانتخابات حتى المشاهير هنا عندما ينشرون معلومة يتبين بأنها غير صحيحة تؤدي إلى تضليل الرأي العام تسارع الجهات الأمنية في القاءة القبض على الفاعلين في تركيا الأمور تتجه إلى تنظيم أكثر ومحاربة التضليل الإعلامي بشكل كبير عبر هذه المنصات من خلال فرض مزيد من الرقابة وأيضا من خلال إتاحة الفرصة للأشخاص والأفراد والمؤسسات بالشكوى وتقديم ورفع الدعاوي وتحقيق العدلة في هذا الموضوع أما إذا أريد أن نتحدث عن الوضع في سوريا يعني الوضع في سوريا مختلف تماما لا يمكن مكافأة هذا لما طالما أن هناك جهة واحدة تسيطر على كل شيء في البلاد يعني تسيطر على مقاليد الحكم على الإعلام وسائل الإعلام وسائل التواصل الاجتماعي أما في تركيا يعني مؤخرا وقبل أشهر كانت هناك قوانين يعني جعلت المواطن التركي يتنفس الصعضاء بعد فترة كبيرة من الحملات التي كنا نشهدها الآن غالب الحملات التي نراها هي موجهة منها الخارج بشكل عام مثلا مقيمين لأفراد من جماعة قولان الإرهابية المطلوبة أو من أنصار تكيكي الإرهابي أو مقبل يعني مؤسسات أو جهات أو ضباب إلكتروني يستهدف تركيا ولا يمكن ملاحقته بشكل مباشر خارج تركيا نعم أشكرك جزيلا محمد الشيخ يوسف صحفي كنت معنا من أنقرة شكرا كيف أصبح حال السوريين بعد إعلان نتائج الانتخابات التركية وفوز الرئيس أردوغاد في ملفنا التالي اشتركوا في القناة